الحكمة هي قول رائع موافق للحق سالم من الحشو وهي ثمرة الحنكة ونتيجة الخبرة وخلاصة التجربة كيف نتذرب على الحكمة أولا من التأمل في سير الحكماء والتتبر في مواقفهم وكيف تصرفوا في الأزمات والشدائد ثانيا ألجم لسانك عن فضول الكلام فالحكماء ينصطون كثيرا ويتكلمون قليلا ثالثا أقطف الحكمة وخذها بغض النظر عن من جاءك بها فرب حكيم إزدراه الخلق ورب حكمة خرجت من فم جاهل رابعا خالط العظماء دائما تردد على مجالسهم واجلس مستمعا فمنهم ستستمد بذورا العظم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر